موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الخاص مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يبث على قناة السعودية وعلى مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية حياك الله سمو الأمير وممتن جدا لتاحة لي هذه الفرصة والله أنا سعيد عبدالله باللتقاء معك أنت من خير المحاورين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأتشرف أن يكون معك لا أنا أتشرف لي وأتمنى أن أرتقي لهذه الثقة سمو الأمير اليوم سمو الأمير نعيش في الذكرى الخامسة لرؤية المملكة عشرين ثلاثين أنا أريد أن أعود بالذاكرة إلى الوراء وإلى المربع الأول لماذا الرؤية وبطريقة أخرى للسؤال ماذا لو استمرين على نفس الطريقة السابقة دولة نفطية غنية تسير لسنوات بنفس الطريقة طبعا لو نسترجع التاريخ النفط ما في شك خدمة مملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا لكن مملكة العربية السعودية كانت دولة قائمة قبل النفط حجم الدخل والنمو اللي حقق النفط أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذلك الوقت في الثلاثينيات والأربعينات فكان حجم الفائض من الدخل والنمو الاقتصادي أكثر ما كنا نطمح عليه بمئات المرات فولد انطباع بأن النفط سوف يتكفل بكل احتياجاتنا في مملكة العربية السعودية طبعا ذلك الوقت كان سكان مملكة العربية السعودية أقل من ثلاثة مليون نسمة لما تكلم عن الثلاثينيات والأربعينيات قد يكون أقل بكثير الرياض كان فيها مئة وخمسين ألف نسمة فقط في ذلك الوقت مع مرور الزمن حجم انتاجنا تقريبا ازداد بشكل طفيف جدا لكن حجم النمو السكان يزداد بشكل ضخم للغاية من مليون مليونين ثلاثة مليون نسمة إلى تقريبا عشرين مليون سعودي فأصبح النفط يعني يا دوب يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة اللي تعودنا عليها من الستينيات والسبعينيات والثمينيات وطالع فإذا استمرين بنفس الحال ما في شك مع نمو عدد السكان بيأثر هذا الشيء بعد عشرين سنة أو عشر سنوات على مستوى وجودة الحياة اللي تعودنا عليها لمدة خمسين عام فهذا يعني خطر رقم واحد بنشك إحنا كلنا كسعودي نبغى نحافظ على نفس مستوى الحياة بل بالعكس أن نطمح له أفضل وأفضل مع الزمن ونستمر في النمو فهذا جانب نريد أن نتفادها في المستقبل ناهيك عن خطورة أن يكون اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد بشكل رئيسي على النفط وما يجابها النفط في الأربع سنوات في 40 سنة والخمسين سنة القادمة من تحديات وقلة استخدامها وقد تكون أسعارها أقل على المنظور البعيد قد يكون فيه خلل في الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وما قد يؤدي لتبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن يعني لا تحمد عقباها فهذه حاجة رقم واحد الحاجة رقم اثنين فهناك فرص كثير جدا في المملكة العربية السعودية في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي في التعدين في السياحة في الخدمات في اللوجستيات في الاستثمار إلى آخرها فرص ضخمة جدا حتى لو كان عندنا مشكلة في الجانب النفطي لا يزال يكون هناك في حماس ورغبة ودافع قوي جدا لتحقيق هذه الممكنات اللي نطمح أن نستفيد منها كسعوديين ولوطننا الغالي فأعتقد أن هذه الدافعين الرئيسية لعمل رؤية عشرين ثلاثين لكي نزيل التحديات التي تواجهنا ولكي نستغل الفرص الغير مستغلة اللي قد تكون بحجم تسعين في مئة من وضعها اليوم ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات في أنحاء العالم طيب خمس سنوات ما أهم الإنجازات اللي تحققت خلال السنوات الخمس من الإنجازات كثير جدا لكن لو أتكلم بأهم التحديات اللي كانت موجودة قبل أنه مثلا نتكلم عن موضوع السكان كان لدينا مشكة السكان عمرها عشرين سنة لم نستطع لحلها والمواطن ينتظر حتى يحصل على القرض أو الدعم السكني خمسة عشر عام تقريبا مستوى نسب السكان لم ترتفع دائما ما بين أربعين خمسين في المئة قبل الرؤية كانت سبعة واربعين في المئة رصد مثلا لها في عهد الملك عبدالله رحمه الله ميتين وخمسين مليار ريال سعودي في 2011 في 2015 لم يصرف من هذي ميتين وخمسين مليار اللي فقط مليارين ريال ولم تستغل ولم تتمكه وزارة السكان من تحويل هذه المبالغ إلى مشاريع الأرض بسبب رئيسي أنه مركز الدولة ضعيف للغاية الوزارات جزر متفرقة ويوجد سياسة عامة فما يقدر ينجح وزير السكان بدون ما يكون فيه سياسة عامة للدولة بالتنسيق مع البلديات البنك المركزي المالية سن التشريعات القطاع الخاص إلى آخر فهذه ميتين وخمسين مليار رجعت الخزينة صرفت ميزانية سنوية لكن نتاج ذلك ارتفع لسبة السكان من 47% إلى 60% فقط في أربع سنوات وهذا يعطيك مؤشر لأين نحنا متجهين نمو الاقتصاد في القطاع الغير نفطي كان بمعدلات غير طموحة بالنسبة للمكابية السعودية نرى في الربع الرابع في 2019 أن نمو الاقتصاد الغير نفطي بحجم 4.5% ولو لم تكن الجائحة في 2020 لكان استمر حتى توصولنا إلى أكثر من 5% في القطاع الغير نفطي سوف نعود إن شاء الله في العام هذا والعام المقبل إلى نفس المستويات ونزيد في المستقبل البطالة أيضاً في بداية الرؤية كانت البطالة تقريباً 14% في الربع الأول من 2020 وصلنا إلى 11% وكسور بسبب الجائحة طبعاً ارتفعت البطالة كنا أفضل سادس دولة في الجي توينتي أداء من ناحية البطالة ونرى الآن في الإعلان الأخير للربع الرابع من 2021 بعدنا إلى 12% وسوف نكسر حاجز 11% إن شاء الله في العام الحالي وصولنا إلى 10% وكسور حتى وصولنا إلى 20-30% إلى 7% الردالة غير نفطية ارتفعت من 166 مليار إلى تقريباً 350 مليار ريال سعودي السجل التجاري مثلاً كان يستغرق أيام حتى استخرج السجل التجاري تمر على أكثر من السجهات حكومية اليوم الإلكتروني استخرج في نصف ساعة الاستثمارات الأجنبية تضاعف ثلاث مرات تقريباً أو أكثر من 5 مليار ريال سنوياً إلى 17 مليار ريال سنوياً السوق السعودي كنا عالقين من بعد الأزمة الأخيرة ما بين 4 ألاف نقطة إلى 7 ألاف نقطة الآن تعدل 10 ألاف هذا يدل أن القطاع الخاص بدأ ينمو فالأرقام كثيرة جداً فيما تحقق في الأربع سنوات الماضية قد يعني استغرق وقت طوي جداً لشرحها لكن إذا حبيت تسأل في أي قطاع معينة أنا جاهز قبل أن أدخل في القطاعات الرؤية من أكبر المشاريع التحولية في العالم ورؤية شاملة يعني أنت تتكلم على اقتصادي واجتماعي وسياسي لك سبو الأمير هل نحن نسير بسرعة أكبر بما يجب؟ هل نحن نحاول نحرق المراحل بهذا المسير؟ طويلاً ما في شيء من سرعة أكثر بما يجب إذا طوي العمر عندك فرصة وقابلة للتحقيق ولا أحققها فقط بحجة أنه والله ما بيأسرع لا تنامت أقاعص ولا أريد أن أعمل إذا أمامنا أي فرصة سوف نعمل عليها سواء كانت عشر فرصة أو مئة فرصة أو ألف فرصة أو عشر تلاف فرصة ونطور قدراتنا البشرية ونطور قدرات الحكومة لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن ومتى ما حققناها كلها سوف تفتحها فاق جديدة الرؤية مستهدفاتها جداً جداً طموحة لكن السؤال هنا عن كيف نضمن التنفيذ من ناحية التنفيذ يعني الرؤية لما تيجي تقول لي 7% لما تيجي تقول في الإسكان 70% هذه نحن ماشيين فيه في اتجاه جيد لكن كثير من الأرقام عالية جداً مستهدفاتها مثلاً موضوع أنه استغداع النفط ومجيها بعد شوي لكن أنا الفكرة نفسها الضمان التنفيذ أنت تتعام مركز الحكومة قبل شوي واضح أنا ما أعتقد أول شيء أنه فيه تحدي في تنفيذ الأرقام بل أعتقد أنه قربنا نكسر الأرقام الرؤية في أوقات قبل الرؤية بكثير الإسكان هدف الرؤية 62% وصل إلى 62% في 2020 62% سوف نصلها إلى قبل أو في 2025 معناها تهدف الرؤية تعدل من 62% إلى 70% لعدد المواطنين يملكون مساكن صندوق سمارات العامة مثلاً كان الهدف أنه يكون حجمة في 2030 7 تريليون ريال الآن في 2025 سوف يكون حجمة 4 تريليون ريال سوف نعدل هذا المستهدف إلى 10 تريليون ريال في 2030 فكل الأرقام اللي كان يعتقد أنه أرقام كبيرة وغير قابلة للتحقيق كسرناها كسرنا جزاء منها في 2020 وسوف نكسر كثير من هذه الأرقام في 2025 مما يعني أنه سوف نحق أرقام أكبر في 2030 عودة لمركز الدولة طبعاً كان أكبر تحدي يواجهنا في 2015 من الملك سماء صار أصبح ملك أنه عندك وزارات عندك مؤسسات عندك نظام أساسي للحكم يوضح ثلاث السلطات وأدوار ثلاث السلطات لكن عندما تجي السلطة التنفيذية تلاقي مركز الدولة غير موجود فلا تصنع استراتيجية في مركز الدولة لا تصنع سياسة في مركز الدولة والميزانية لا تعد في مركز الدولة تعد من قبل الوزارات كلها على حدة وعودة لمثال الإسكان عندها 250 مليار ريال لا يستطيع تصرفها لأنه يحتاج أرق وعنده مشاكل مع البلدية والبلدية سياساتها مهمة مع سياسات الإسكان يحتاج نظام لها علاقة بالرحن العقاري نظام لها علاقة بالاقتراض وإقراض البنوك يحتاج البنك المركزي يحتاج تشريعات لنطبيق هذا الشيء فبدون مركز دولة قوي يضع السياسات ويضع الاستراتيجيات ويوائمها بين الجهات ويعطي لكل وزارة دور مطلوب منها لتنفيذه لن يتحقق شيء فمثال الإسكان بعد ما عملنا واسسنا مركز دولة نعتقد قطعنا فيه شوط 70% بعد إليه لاحقا استطاعا يترجم هذا الشيء على الأرض لأنه يصبح عملا مو فقط وزارة الإسكان وزارة الإسكان وزارة البلدية وزارة التجارة وزارة المالية البنك المركزي حيئة الخبراء بيسنل القوانين والتشريعات إلى آخره ترجمت هذا الشيء أنه حققنا 60% نسب إسكان فكه عام 2015 عام صعب للغاية يعني عندك 28% من الوزراء غير كفاء ما عينهم حتى في أسرى شركة بصندوق السمرات العامة والخط الثاني شبه معدوم من نواب أو وكلة وزراء والقيادات في الوزارات بنسبة عالية جداً مفقودة أغلب من يعمل يعمل فقط لعمل روتيني لتخليص المعاملات والإجراءات لكن ما في عمل استراتيجي أو تخطيطي لتحقيق مستهدفات أو هداف لمستقبل فما عندك فريق ما عندك حوكمة جيدة ما عندك ديوان ملكي وما نعمل شزراء تستطيع أن تدعم صلع القرار فقبل أن تحقق أي شيء تحتاج إلى تبني الفريق وتحتاج إلى تبني المكينة لتساعدك على أنجاز هذه الفرص وهذه الطلعات التي نطمح لها كلنا كسعوديين فكان عام 2015 عام صعب جداً تم فيه جزء بسيط في ذلك الوقت من إعادة هيكرة الحكومة من شاء مجلس شنون الاقتصادية مجلس شنون الاقتصادية السياسية والأمنية بإعادة هيكرة بعض القطاعات إعادة هيكرة بعض الوزارات تعيين وزراء جدد الويف الثاني على تعيين نواب الوزراء الوكلة يعني مثلا تذكر من أهم الأشياء اللي عملنا عليها في آخر 2015 أنه صنفنا في كل وزارة أهم 20 قيادي وبدأنا نصنف مين اللي في النطاق الأخضر والأصفر والأحمر من هذه القيادات 90% نطاق أحمر وأصفر 10% فقط نطاق أخضر فما عندك فريق يستطيع أن يعمل فكيف نبدأ نعمل نغير كل هذه الكوادر إلى نحول 70% نطاق أخضر عشان نقدر الحق اللي نحتاجه ترجع لمركز الدولة لا يعني إنشاء مجلسة سياسية وأمنية أو إنشاء مجلسة اقتصادية وتنموية أنه خلاص أنت عدت الهيكلة أنت تحتاج عمل مؤسسي داخل الدولة فبدأنا بإنشاء مكتب الاستراتيجيات بمجلسة اقتصادية والتنموية بلجنة الاستراتيجيات برئاستي تحت مجلسة اقتصادية لترجمة الرؤية ووضعها على استراتيجيات لكل قطاع الإسكان الطاقة الصناعة جودة الحياة وغيرها من الاستراتيجيات وبرامج اللي أنشعت في الرؤية عملنا على إنشاء مكتب البودجتينج اللي هو مكتب عمل ميزانية الدولة بحيث أنها تكون لزارة مالية وزارة مالية فقط خزنة تصرف حسب البودجت اللي معمول وانشعت لجنة مالية أيضا برئاسة لجنة المالية تشتمع كل سبعين مرة لمواءمة البودجت والآن على وشك ننتهي من مكتب السياسات في مركز الدولة فقطاعنا 70% تقريبا فلما تضع الرؤية تضع أن هذه المستهدفات وهذه الأشياء اللي ممكن نحققها وهذه الفرص اللي عندنا وهذه القدرات اللي عندنا سواء قدرات بشرية أو ثروات طبيعية أو فرص اقتصادية وقدرات مالية عند مملكة العربية السعودية تترجم هذه الاستراتيجيات هذه الاستراتيجيات قد تكلف في السنة ميزانية 2 تريليون ريال تذهب للمكتب المالي اللجنة المالية المكتب المالي يعمل يقول لك والله أنا قدرتي عشان أحافظ على مالية الدولة يأصرف من 800 تريليون ريال سعودي تعود مرة أخرى لمكتب الاستراتيجيات تضع أولويات الاستراتيجيات تؤجل بعضها تمدد بعضها تخفض تكاليف بعضها حتى نصل إلى موائم المالية المناسبة للسنوات القادمة ثم تترجم إلى سياسات اليوم سيست تترجم من خلال الجان لكن مستقبلا من خلال مكتب متخصص يكون أنشئ في آخر السنة هذه وتحول إلى أوامر للوزارات بتنفيذ الاستراتيجية المعدة بدور واضح لكل وزارة بمستهدف واضح لكل وزارة بتنسيق ودور توزيع مهام لكل وزارة لتحقيق كل هدف مطلوب فهذا العمل استغرق تقريبا ثلاث سنوات من 2016 لتطوير ركز الدولة حتى 2018 إلى ما بدنا ننطلب فلتلاحظ في 2016-2017-2018 كانت المنجزات ضعيفة جدا مقارنتها بـ 2019 اللي حقت فيه أغلب المنجزات الاقتصادية والخدمية يعني انطلاقها كانت 2019 صحيح ولا نقلق من 2020 يعني نحن نكون عندنا في شيب ونقدر نشوفها في السنة هذه بإذن الله إن شاء الله في السنة هذه فهذه استغرقت جهد كبير جدا لإنشاءها فمثل ما ذكرت قطعنا 70% شوط من وضع مركز دولة بكفاءة عالية باقي 30% أعتقد سوف ننتهي منها في السنة النصف القادمة أنت قبل شوي ذكرت معلومة مهمة في موضوع الفريق كيف تختار فريقك سمو الأمير؟ طبعا ما في شكل الكفاءة والقدرة وإلى آخر هذه أساسيات بس أهم شيء يكون الشغف عند المسؤول أنه المسؤول المتعين في منصب معين تكون قضية هذه قضيتها الشخصية الباشن حقه فمثلا لو أدرم مثلا في المير عبيز من تركي الفيصل صح أنه تهم الرياضة صح أنه كفو لهالمنصب لكن قضية الرياضة قضية الشخصية شيء بالنسبة شغوف بالنسبة له فالباشن هو أكبر دافع المسؤول لأنه يتحرك بأكبر قدر ممكن إذا كان هناك مسؤول بدون باشن للعمل الذي يقوم فيه من الصعب جدا أنه ينجز أهداف وطلعات كبير جدا تصدق أن ترى مثلا نفس الشيء على الكثير من الوزراء لو تطرح لأي اسم أقدر أعطيك مين الباشن حقه جاي وليش هو يبغي يحقق هذا العمل في كل قطاع يعمل فيه من أهم ركائز الرؤية كان أن الأصول كانت 570 مليار وكانت تجيب عائد تقريبا أقل من 3% الآن أنتو رفعت الأصول إلى تريليون ونص و25 سترفعوها إلى 4 تريليون وفي 20 و30 وفق المعلن ستصل إلى 7 ونص سؤالي سمو الأمير اليوم كم الإرادات لصندوق الاستثمارات العامة واحد اثنين كم اللي بجينا في 20 25 ثلاثة كم اللي بجينا في المستهدف في 20 30 طبعا الإرادات لصندوق المرات العامة على خزينة الدولة صفر الهدف في صندوق المرات العامة هو growth أنه نخلق صندوق ضخم جدا حتى يكون بعد 20 و30 رافض الإرادات الدولة فاليوم أنا أريد أن نستهلك الصندوق المرات العامة بأنه يحول أرباح اللي بزنيت الدولة على حساب نمو الصندوق لأن تريليون ونص ريال أو أربعة تريليون ريال في عشرين خمس وعشرين غير كافية أنها تسوي بالانس من الإرادات الجديدة من الإقطاع النفطي مثل ماذا قطريك الآن تغير الهدف داخل صندوق السمارات العامة سوف يولئ العنا بشكل رسمي إلى عشرة تريليون ريال في عشرين ثلاثين فتركيزنا الرئيسي هو نمو حج صندوق السمارات العامة وهذا ما تم في أربع سنوات تقريبا نمى بثلاثمائة في المئة وفي الخمس سنوات القادمة سوف يمو تقريبا بمئتين أو أكثر بمئتين في المئة وإن شاء الله في عشرين ثلاثين سوف نصل إلى عشرة تريليون بعدها سوف تبني سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت أنه كم نصرف إيرادات من صندوق السمارات العامة لن تتجاوز 2.5% من حجم الصندوق حتى نحافظ على استمرارية نمو الصندوق واستمرارية الدفق الإيرادات فأنا فهمت منك سمو الأمير أنه هذا برميل النفط الجديد حقنا أنا أريد برميل واجه برميل النفط من النفط في خطاع البتري برميل النفط من صندوق السمارات العامة لحق إيرادات ونبغى إيرادات مختلفة تماما حتى يكون في تنوع في الإقتصاد اليوم أنا عارف أنه لم تذهب إلى خزينة الدولة لكن كم من نسبة كانت 3% الإيرادات اليوم كم من نسبة صحيح كاتت ربحية صندوق بين 2-3% الآن صندوق يستهدف 6-7% وتم تحقيق ذلك في أغلب استثمارات الصندوق والأهم من ذلك كم كان صندوق ينفق استثمارات داخل المملكة العربية السعودية قبل الرؤية كان صندوق سمارات العامة يصرف فقط 3 مليار ريال كستثمارات جديدة داخل مملكة العربية السعودية في 2020 صندوق سمارات العامة التي أنفقت داخل المملكة السعودية 90 مليار ريال 90 مليار في جرينفيلد استثمارات جديدة وليس في سوق أسهم 150 مليار ينفق صندوق صمارات الجديدة داخل البلد أكثر من المفاق الرأسمالي للميزانية الدولة معناته اليوم صندوق صمارات العامة تحريك الإقتصاد السعودي أكثر من ميزانية الدولة هذه تستمر بشكل تصاعدي حتى تصل إلى تقريبا أكثر من 400 مليار ريال في 20-30 فقط يصرف صندوق صمارات العامة في صمارات جديدة يعني تقريبا ثلاث أضعاف أو أقل بشيء بسيط مما كان الدول تصرفه في منفاق الرأسمالي داخل مملكة عربية السعودية طبعا بيجي سؤال انه حجم الصندوق اليوم 150 مليار 300 مليار وفي 20-34 تريليون ريال كيف بتجيبونها الكاش وكيف تبون تنفقونه عملنا على سياسة في صندوق المرة العامة انه ليجب من لا تحتفظ بالاصول اي اصل نضج مفروض نتخلص منه اذا كان الاصل هذا في سوق الاسهم مفروض نخفض نسبتنا ونبقى بنسبة تعطينا سيطرة وضمانا انه هالشركة تستمر في النمو اعطينا امثلة او اشياء اذا ما قدر اعطيك امثلة نتأثر على السوق السعودي بشكل او اخر فما يعني المسألة قد تكون في اجرات قانونية مخالفة للنظام لو وضحت شيء معين لا تستمر اي شركة قايا وصلت لكم مرة العامة يوم واحد لو تطرح مثل علم او غيرها من الشركات في طروحات تكون في السنة هذه وفي كل السنوات القادمة اي شركة جديدة ننشأها من بعد ان تحقق الربحية لا تستمر اكثر من خمس سنوات الا هو مطروحة في السوق مثل اليوم او البحر الاحمر او القدية او السودة او غيرها من المشاريع فكل سنة ويجنريت مني من التخارج وناخذ هالكاش ونعيد ضخف سمر جديد داخل الاقتصاد السعودي هذه اللي جابت 90 مليار السنة اللي راحت هذه اللي بتجيب 160 مليار السنة هذه وهذه اللي بتساعدنا تكون بشكل تصاعد حتى نصل ال400 مليار في 2030 وفي 2030 سوف يكون قاعد الانفاق الرأسمالي في مملكة عربية السعودية ليس ميزينة الدولة بل صندوق سمرت العامة واقعيا السنة هذه صندوق سمرت العامة هو قاعد الانفاق الرأسمالي داخل مملكة عربية السعودية وهذه الفكرة سمول امير انا ابغاء اتبسطها لي ونشرحها كيف نستطيع اذا مشينا على هذه الخطة انه صندوق الاستثمارات العامة استغني حنا عن البترول او انه يكون داعم مباساسي في تصور خاطئ عن كثير من المحللين ان المملكة في السعودية تريد تخلص من النفط هذا امر غير صحيح تماما احنا نريد ان نستفيد من كل شيء في المملكة في السعودية سواء في القطاع النفطي او قطاعات مختلفة فلو اتكلم مثلا عن القطاع النفطي لو تنظر لاغلب المحللين العالميين توقعاتهم بالاجماع انه الطلب على النفط سوف ينمو حتى 2030 الاغلبية يتوقعون ان الطلب على النفط سوف ينمو حتى 2040 والاقلية يتوقعون ان في 2030 سوف يبدأ ينخفض الطلب على النفط تدريجيا حتى 2070 لو تنظر من الناحية الاخرى هنا تكلم عن الديماند اللي هو الطلب على النفط لكن ما تكلم عن الناحية الاخرى من ناحية السبلاي تجد السبلاي يفقد اسرع بكثير من انخفاض الطلب على النفط فمثلا الولايات تلاحية الامريكية لن تكون دولة منتج النفط بعد عشر سنوات ومن يتوقع عشر مليون guys حتى تنتج ح터� ما تنظر hidden single price أربع مليون حتى تنتج الحدOne million ということで روسيا تنتج حتىُbank ถكان influence حتى أحوالاтра ثم اللي هي أنحتار حتى تنتج حول حتى على الحفاظ هذه الlan Dutch عن حفاظ ينتج من انخفاض الطلب على النفط الطالب على النفط ينمو إلى 2030 وسوف ينمو إلى 2040 بتوقع أغلب المحللين لكن سبلاي ينخفض من بعد خمس سنوات تدريجيا فمعناته هذا بيكون على العادة المؤمنة العربية السعودية أنه لاحقا في المستقبل تزيد إنتاجها لتغطية الطالب على النفط هذا جزء مبشر لك يجب أن نعتمد عليه الجزء الآخر في القطاع النفطي تعرف إذا لما تذهب إلى الداون ستريمينج ربحيتك تزيد اليوم المؤمنة العربية السعودية تنتج لمواد ومشتقات نفطية وغيرها تقريبا 800 ألف برميل سنويا نطمح اليوم مع شركة أرامكو أن المملكة العربية السعودية في 2030 تنتج تحول 3 مليون برميل إلى صناعات تحولية مختلفة فهذا بعد آخر سوف يحقق نموه كبير جدا 3 مليون برميل أثرها أقل شيء سوف يكون ضعف البرميل الخام الذي ينتج من النفط وفيه برنامج فاقر أسمالي لأرامكو ضخم جدا أعلن عنه في برنامج شريك تقريبا قد يشكل 40 و50% من برنامج شريك أيضا مثلا تنظر لأرامكو والفرص التي لديها في تحقيق صناعات مختلفة بناء على الطلب التي لديها ضخمة جدا فاليوم أرامكو مثلا هي أكبر مستأجر للسفن في أنحاء العالم فمعنى أن أرامكو عندها فرصة إذا سوت محتوى محلي لصناعة السفن وهي بدأت فيه الآن من كم سنة لصناعة سفن في أرامكو سوف تكون من أحد أكبر شركات الصناعية في مجال السفن وينطبق ذلك على البايبس على الأسلاك على القطع المختلفة إلى آخره لو أرامكو حولت جزء من الطلب حقها لمحتوى محلي فوضع هدف اليوم في أرامكو أنه يكون 70% من انفاقها الرأسمالي له علاقة في محتوى محلي جزء منه توفرها شركات فرعية لأرامكو وجزء منه توفرها شركات سعودية مختلفة فحتى القطاع النفطي أنه فرص ضخمة جداً قد تحدث تغيير جذري كافية لما نسوي أي شيء يعني تعظيم البرميل هذا ليس بس نصدره لا أنه ممكن تحول الصناعات صحيح بس الفكرة اللي يبغي أصلها أنه نحن نستغل على قطاع النفطي نحن نبغي نزيد فائداتنا من القطاع النفطي من الصناعات التحولية إلى آخره وأيضاً نعمل على فرص أخرى مختلفة بعيدة على القطاع النفطي لكي ننوي على اقتصادنا ونزيد حجم اقتصادنا القرب من أرامكو هل هناك طروحات قريبة لأرامكو لأرامكو تؤعلن عنها طبعاً طروحات مستمررة سوف تكون لأرامكو لكن الآن مقدر عن تفاصيل بس قد يكون في شيء قريب جداً وقد يكون أيضاً فيه بعض البيع المستثمرين دوليين رئيسيين سوف يعني عنها في خلال السنة والسنتين القادمة بنسب كم؟ يعني أرمودية عاطي وعود وقد صفقاتها تتم لكن فيه الآن نقاش على استحواذ على 1% من قبل أحد الشركات الريادية في الطاقة في العالم وهذه تكون صفقة مهمة جداً لتعزيز مبيعات أرامكو في الدولة أو الشركة الموجودة في الدولة المعينة ما أقدر أذكر رسمها لكن الدولة ضخمة جداً إذا حصلت على 1% سوف تعزي صناعات أرامكو في السعودية وسوف تعزي الطلب على منتجات أرامكو في الدولة أيضاً للشركة التي اشترت فيها الـ 1% فيه نقاشات أيضاً مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة فيه جزء من أسهم أرامكو قد تحول لصندوق السمارات العامة وفيه جزء بيطرح طروحات ثانوية في السوق السعودي هل عود للصندوق الاستثمارات العامة هل الصندوق يعتبر منافس شرس للقطاع الخاص؟ لا أبداً ضويل عمو بالأكسر أعتقد الصندوق معزز للفرص للقطاع الخاص يعني القطاع الخاص كان يعتاش بشكل رئيسي على الإنفاق الرئاسمالي الحكومي لـ 150 مليار ريال في السنة الآن جاءك الصندوق وضاعف هذا الإنفاق 160 مليار ريال في السنة فلما الصندوق يبني مشروع عقائري مثل روشن مشروع اسكان هو يشتري السمت من القطاع الخاص يشتري الغزاء من القطاع الخاص يشتري الفلش من القطاع الخاص يشتري الأكسورات من القطاع الخاص النقليات تتم من القطاع الخاص المقاول من القطاع الخاص إلى آخره فالقطاع الخاص مستفيد من حجم الكاش هذا فالقطاع حيث يكون سعيد أن الصندوق ينفق إنفاق رأس مالي تزايد من 160 مليار للسنة هذه 60 مليار للسنة الماضية إلى 400 مليار في عشرين ثلاثين هذا كاش قاعد يتخبرها ثلاثة رليون ريال ما كانت موجودة تدخل في العشر سنين القادمة هذه فرص ضخمة جدا للقطاع الخاص موضوع إذ أطلقته برنامج شريك وكان هناك تفاعل كبير من رجال أعمال خاصة باللقاء اللي يبث على القنوات مع رجال أعمال وبرئاسة سموك سؤال عن الرجال أعمال هل كانوا هما مستبعدين من الاستراتيجية وكان التركيز على المستثمر الأجنبي واليوم وعيدوا للمعادلة من جديد لا أطلقته لعمر العنصر الرئيسي لأنه لو تشوف مثلا في الأرقام التي نتوقعها بتضخ في الداخل من الحياة السعودية نتكلم تقريبا على عشر تريليون ريال بيكون ضخم قبل الحكومة والصرديق التنموية الحكومية اللي هي الميزانية السنوية مثل 800 مليار لتريليون ريال هذه تقريبا تريليون كل سنة لو تشوف صندوق تنمي الوطني صندوق تنمي العقاري صندوق تنمي الصناعي صندوق تنمي السياحي صندوق تنمي الثقافي وغير من الصناديق أيضا سوف تضخ مبارغ بشكل سنوي مما يقدر تقريبا بتريليون ريال سنويا تزيد أو تقل حسب ميزانية كل سنة هذه عشر تريليون هذه اللي كانت موجودة عندنا دائما صندوق سمارات العامة سوف يضخ ثلاثة تريليون ريال برنامج الشريك هو برنامج للشركات الضخمة في مركبية السعودية كنا نتفاوض مع تقريبا أكثر من ثلاثين شركة لوضع معهم سياسات يعني بسيكلي لا تصرف أرباح وأرباحك حولها لإنفاق رأسمالي والمساهم فيها يستفيد من القروث في الشركة فبدلما يأخذ ثلاثة في المئة وخمسة في المئة وستة في المئة كاش يأخذ ثلاثة في المئة وخمسة في المئة وستة في المئة في نمو حجم الشركة ويقدر يبيعها الخمسة في المئة اللي ربحها في نمو حجم الشركة ويحقق الكاش اللي هو كان يحقق كل سنة أو يحتفظ فيها ويستمر في النمو في الشركة فوصلنا إلى اتفاق مع 24 شركة أنه تلتزم بالكامل بعدم توزيع أرباح أو تلتزم جزئيا بعدم توزيع أرباح وتحويل الانفاق الأسمالي مما شكل 5 رليون ريال سعودي فهذه 3 رليون صندوق العامة جديدة هذه 5 رليون من 24 شركة سعودية سوف تزداد في المستقبل هذا الكاش كله بيخلق فرص ضخمة للغاية للقطاع الخاص فيما يتعلق بزيادة الضريبة سمو الأمير هل يكون هناك طريق آخر غير زيادة الضريبة؟ طبعا تتكلم عن 15% نعم ارتفاق بمجلس تعاول خريجي يكون عندنا ضريبة الـ VAT 5% من 5 إلى 10% وتكون محفزة بحيث أننا نكون الأقل في العالم مثل ما تعرف أن المملكة السعودية تقريبا ثلث سكانها غير سعوديين مع النمو الاقتصادي الضخم بينمو عدد السكان لكن أيضا بينمو عدد الأجانب في المملكة العربية السعودية مما قد نصل فيه في 2030 و2040 إلى 50% سعودية 50% أجانب داخل المملكة العربية السعودية إذا ما وضعنا الـ VAT خاصة مع فتح السياحة واستهداف مئة مليون سايع في 2030 بيكون فيه تسريب كبير جدا للدعم اللي حاصل من المملكة العربية السعودية فالـ 5% و 10% تضمن أن الكاش اللي يستفيدن الأجنبي في استهلاك الداخل المملكة السعودية يعود الحكومة والحكومة تنفقها في كل منافع التي يحتاجها السعودي سواء من الصحة أو تعليم أو البنية تحتية أو حتى رواتب أو غيرها من الأشياء الأخرى الـ 15% بسبب الجائحة والتحديات الاقتصادية التي واجهها العالم كلها بأجمع في 2020 لا يزال النفط شكل جزء رئيسي من دخل المملكة العربية السعودية ورأينا أن سعار نفط وصلت إلى أقل من صفر في 2020 فكان في تحدي كبير جدا أنه نغير كل شيء ونغير كل مستهدفاتنا ونتراجع في تحقيق كل أحلامنا للمستقبل ونرضي الناس لثلاث أربع سنوات وبعدين نوهقهم بعد ذلك أو نتخذ إجراءات قد تكون قاسية لفترة قصيرة من الزمن ومن ثم تعود الأمور إلى نصابها فكان إحدى الإجراءات أنه لكي نتفادى الغاء جزء كبير من بدلات أو تخفيض الرواتب أو غيرها من هذه الإجراءات أنه نرفع الـ VATs إلى 15% بلا شك هذا إجراء مؤلم للغاية يعني آخر حاجة بالنسبة لي أني أقلم أي مواطن سعودي الحمد لله أنا مرتاح وعايش بخير وعندي فلوس وغني من قبل الله حتى أشتغل في الحكومة فما لي أي مصلحة أني أقلم أي مواطن سعودي مصلحتي أني يكون الوطن عزيز وينمو مصلحتي أن الوطن السعودي يكون راضي كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله لكن أيضا دوري وواجبي أن يبني له مستقبل طويل الأمد مستمر في النمو ولا أرضيه 3-4 سنوات واستنزف مدخرات البلد وفرص البلد لتحقيق مستقبل أفضل فكان مجموعة قرارات من ضمنها الـ VATs 15% هذا قرار مؤقت قد يستمر لسنة كحد أقصى 5 سنوات من ثم الأموصف تعود إلى نصابها في شكل قليل يعني ستتقل إلى 10% بلا شك مستهدف أن نكون بين 5% إلى 10% فقط حتى نعيد توازننا بعد هذه الجائحة ثم نعود إلى الرقم يعني ممكن بعد سنة تنزل الضريب هذا طبعا حسب المعطيات الاقتصادية وحسب الظروف التي تحصل لكن بالقليل سنة بالكثير ستكون 5 سنوات لأن القطاع الخاص ومو الأمير يخشى من المفاجآت يعني لأن القرارات الاستباقية كده تربك المفاجآت ليس هذه المفاجآة للعالم كله نتكلم عن كورونا ما في حاجة نتوقع كورونا وحنا نحاول نتخذ السياسات اللازمة وإجراءات اللازمة بأن ننقل حجم الأثر ونحافظ على خططنا وعلى فرصنا للنمو لخلق مستقبل ومستدام فلو بضع المثافة الصين اليوم تنافسنا تكون أكبر اقتصاد في العالم بدأوا مشوارهم من السبعينات وكانوا يعانون لمدة 20 سنة في السبعينات والثمينات حتى بدأوا بالنهوض في التسعينات من هذا القرن فلا تتوقع أنه إذا تبغى تتخلص من النفط هو شكل حجم رئيسي لدخلك وتبغى تخلق نمو مستمر ومستدام في قطاعات مختلفة وتنويع اقتصادي مما يوصل البطالة إلى نسبها الطبيعية وما يحقق في زيادة الدخل مستقبلا ولاحقا أنه ما رح تأخذ إجراءات صعبة وقاسية لفترة قصيرة من الزمن حيث لا نقول أنه مرحب السعودية من سبيل الصين 20 سنة في معاناة نحن نتكلم فقط سنوات قليلة للغاية ويولا الجائحة كانت ظروف أفضل بكثير يعني بعد هذه الإجراءات مجرد سنوات بسيطة وتبع تعدل الموضوع صحيح زيادة الضرائب على موضوع الدخل أو وضع الضرائب على الدخل مطروح على الطاولة؟ لا أبدا غير مطروح على الطاولة سؤالي سمول أمير هل الدولة متمسكة بنهجها أو سياستها في زيادة دخل المواطن؟ ما في شك لكن أنا عندي أولويات قبل أن أوصل لذلك أول أولويات أن يكون عندي مالية مستقرة قوية تستطيع أن تستمر ولا تستنزف ومن ثم ندخل في خانة صعبة جدا لا نستطيع أن نخلق فيها أي نمو في المستقبل فأقدر أنفق أنفاق عالي جدا أقدر أستنزف مدخرات صندوق السمرة العامة أقدر أستنزف مدخرات البنك المركزي وأقدر أنزل بطالة في يوم واحد إلى ثلاثة في المئة بس هل هذا مستدام؟ هذا خمس سنوات وبتخلق مشكلة أكبر وبتكون تستنزفت ماليتك وما سيكون عندك وقتها قدرات أنه تحقق فرصة للنهوف فواحد لازم تحفظ على ماليات الدولة كمالية قوية متينة مستمرة تنمو وتستطيع أن تؤدي الغرض المطلوب للأبد اثنين تستطيع أن تحافظ على اقتصاد يستطيع أن ينمو وينهض بأدوات بعيدة الحكومة مثل ما ذكرت لك اليوم اللي يقود التنمية في مملكة عبية السعودية بس دائما السنة هذه هو صندوق السمارات العامة بل حتى الشركات الـ 24 شركة الكبرى تضخ أكثر من صندوق السمارات العامة والحكومة تقريبا في السنة هذه الحكومة 10 تريليون الشركات تضخ 5 تريليون تقريبا نصف للضخ في الحكومة لكن لو تأخذ المفاق الرأسمالي حق الحكومة 10 سنوات القادمة تريليون ونص وتأخذ المفاق الرأسمالي صندوق سمارة العامة 3 تريليون فتتحدث عن 4.5 تريليون 24 شركة ستضخ 5 تريليون ففي 2030 الجاب هذا بيبدأ تماماً الحكومة سوف تستمر تضخم فاقرة أسمالي على 10 سنوات تريليون نص 2 تريليون لكن الشركات بعد 2030 سوف تجد 10 سنوات اللي بعدها تضخ 7 تريليون أو 8 تريليون ريال داخل قصة سعودي صندوق سمارة العامة يضخ بال10 سنوات اللي بعدها 5-6 تريليون ريال سعودي فتتحول القيادة إلى هذه الأدوات الأخرى اللي بتكون استدامة تنفق تحق قرباح تخلها كاش ترجع تنفق مرة ثانية بنسب أعلى وتستمر الوتيرة بشكل أكبر بذكر موضوع دخل البواطن في سؤال يتكرر كل ما ارتفع النفط ترتفع أسعار الطاقة وخاصة البنزين يتكرر السؤال حين دولة غنية كيف يرتفع عن دن البنزين وش حسب الدولة غنية دولة نفطية يعني دولة نفطية مهمية دولة غنية جزائر دولة نفطية العراق دولة نفطية هل هي دولة غنية طبعا الدولة غلية تقارن بمقدراتك ومداخلك الاقتصادية مع تعداد سكانك صحيح كان دولة غنية للغاية لما كان عدد السكان في تسعينات ثمينات سبع مليون نسمة كان عندنا عشر مليون برميل وعدد سكان قليل جدا لكن يوم عندك عشر مليون نسمة وينمو تعداد السكان بشكل كبير جدا إذا ما وزعنا أدواتنا وحفظنا على مدخراتنا ووجهناها في الطريق الصحيح سنتحول يوم بعد يوم إلى دولة أفقر وأفقر أو نحفظ هذه المدخرات ونوجهها بشكل صحيح حتى نتجاوز هذه العقبة بعد سنوات قليلة جدا ونصل إلى النمو وازدهار مستمر ومستدام يعني ملخص الكلام اللي أنا فهمته منك كنت صحيح لسمو الأمير أنه احنا كل هذه الإجراءات حتى لا ندخل في كارثة في السياسات السابقة اثنين نحاول نستفيد من الفرص الموجودة أو المهدرة في السابق لا ندخل في كارثة نستفيد من فرص أيضا هناك فرص خيالي جدا لصنع مستقبل أفضل بكثير مما عشوه أسلافنا أستاذنك سمو الأمير رايحك في فاصل قصير فاصل قصير لا تذهب بعيدا مع هذا اللقاء الخاص مع سمو ولي العاد الأمير محمد بن سلمان حياكم الله من جديد في هذا اللقاء الخاص مع سمو ولي العاد الأمير محمد بن سلمان سمو الأمير مشاريع كبرى في صندوق الاستثمارات العامة نيوم، القدية، البحر الأحمر، روشن أنا أريد أسألك تحديدا عن المشروع الإسكاني روشن أعطيني تفاصيل عنه حتى تحكي لي عن هذا المشروع طبعا كان من أحد أكبر التحديات اللي هو رفع أسباة الإسكان وكان هو أكبر مطلب للمواطن وكان فعلا نحن نسب الإسكان عندنا متدنية مقارنة بالمدوسط العالمي اللي هو ستين في المئة فكنا نحن سبعة وربعين في المئة وكنت قلق أنه في مرحلة نعيد فيها هيكلة أو نصنع فيها مركز الحكومة بأدواتها الكاملة وبحديات لإعادة هيكلة وزارة الإسكان أنه ما نقدر نحقق إنجازات في الوقت القصير لأربع سنوات الماضية وأنه قد تخفق وزارة الإسكان أو تخفق وزارة الإسكان أو تتأخر في تحقيق المستهدفات اللي فيها نظرا لحجم التحدي الموجود من قانوني إلى هيكلة إلى سياسات إلى نفس الوزارة إلى قيادات إلى فرق عمل إلى آخر فكنا بغا تأكد أنه عندنا بلان بي يقدر على الأقل يخدم هالجانب هذا هدف فيه هدف آخر بذكر بعد شوي فعملنا في القصمات العامة أنه ننشئ شركة روشن خصوصا لما ننظر للطلب على الوحدات السكنية المتوقع للعشر سنوات القادمة قد تتجاوز أربع مليون وحدة سكنية فعملنا على شغل روشن لاستهداف مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات عندما أنشئت بربحية متدنية للغاية اثنين ونصف في المئة إلى ثلاثة في المئة عشان تكون في يونيت سفوردبل للمواطنين في حال ما قد ما استطاعت وزارة الاسكان أنه تحقق العمل المطلوب منها بناء على مرسم وانشئت الشركة لحسن الحظ وزارة الاسكان نجحت في العمل المطلوب مع الجهات الأخرى التي تعمل معها عدلت مسهدفات شركة روشن إلى عشرين وثلاثين لتقديم مليون وحدة سكنية تقريبا فهذا كان الهدف الأول الهدف الثاني من روشن للأسف يعني يقدر أقول لك أكثر من خمسة سعفين مطورين العقارين في المركبة السعودية بدائيين للغاية يعمل لك المخطط ما يوصل لك الصرف الصحي ما يوصل لك الموية ما يوصل لك الكهرب ما يوصل لك الاتصالات ويبيعك المخطط بدون أي خدمات يشتري المواطن يبني بيته ونبدأ حين نعاني من المواطن ويطلب كل خدمات حفريات شوارع سيئة خدمات سيئة في الحي فما في شكل البلد في حاجة إلى مطور عقاري قوي جدا يضع الستاندرد بحيث القطاع الخاص إذا أراد أن يطور يطور بنفس الستاندرد الطبيعي اللي يعمى في الدول المتقدمة في أنحاء العالم وهذا كان الهدف الثاني لشركة روشن فشركة روشن لن تبني الأربع مليون وحدة سكنية فقط سوف تبني 25% من الطلب في الملكة العربية السعودية لكن القطاع الخاص ما حد رح يشتري منه إذا ما طبق نفس الستاندرد ويطبق في شركة روشن طبعا لما عدرت مستهدفات تفعت ربحية شركة روشن لتقليل ب7% أو أكثر لمشاريعها السكنية فهذا هدف آخر منه ويستد ستاندرد ترفع السقف طبعا هذه فكرة ليس جديدة فكرة هذه كانت مطروحة في وقت ملك فيصل وبداية وقت ملك خالد من الأمير العم الأمير المساعب عبد الرحمن وجوبه معارضة من بعض وزر ومسؤولين بأنه يتاح مجال القطاع الخاص ورفضت فكرته وبسبب هذا الظرف التاريخي حدث ما حدث في المخططات السيئة وخدمات السيئة التي تقدم لوحدات السكنية ووحدات العقارية في المملكة العربية السعودية لو عمرت هذه من ذلك الوقت كان اليوم عندنا من أكبر شركات تطوير عقاري في العالم لكن أن تأتي اليوم خيرا من أن لا تأتي أبدا فاليوم شركة روشان تستهدف تطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتلبية جزء من الضرب الموجود هو مليون وحدة وعلى كلامك أنه 7% معناته الربح موضوع عالي لكن إيش الميزة اللي يبلغاها في 7% بالرسم الله هو مستدف صندوقنا من 6% إلى 7% لصالح التنمية في المملكة السعودية استثماراتنا خارج المملكة السعودية نستهدف فيها فوق 10% لكن داخل المملكة السعودية نرضى من 5% إلى 7% حتى في بعض الشريعة إلى 4% لكن إيش ميزة أنا باشتري من روشان إيش الميزة في البيت اللي موجود انطويل عمرت الشري واحدة سكنية بتكلفة بعقولة مقارنة بتطوير العقاري الآخر لكن واصلك موية واصلك كهرب واصلك صرف صحي عندك لاندسكيب عندك ممشا عندك كل الخدمات التي تحتاجها موجودة لديك في الحي فما تطلع مخارج حي لا فقط ليداء عملك أو لاستمتاع بمكان آخر اهتمامك سمو الأمير بالبيئة اهتمام استثنائي وكبير جدا للغاية وألفة انظار الناس سواء داخل المملكة أو خارج المملكة بل حتى هناك تساؤل أنه لماذا يفوت سمو الأمير مصالح اقتصادية في جزر البحر الأحمر من أجل البيئة لا انا ما اعتقد انفوت مصالح اقتصادية في جزر البحر الأحمر من أجل البيئة لأن الجزر البحر الأحمر جمالها هي البيئة يعني السايح لما يجي يروح الجزر البحر الأحمر سواء سعودي أو غير سعودي يريد نستمتع بالبيئة يريد شاطئ نظيف يريد شعب مرجانية حية يريد مياه نظيفة يريد ثروة سبكية جيدة اذا دمرت البيئة وانت دمرت كل فرصك في سياحة سياحة قائمة عليش خدمات فعليات ومواقع تاريخية أو أثرية والبيئة فانت بتدمر بل الرئيسي في السياحة هذا جانب الجانب الآخر يمكن جيلي يعرف لما كنا صغار في السن أو الجيل اللي قبلنا كانت مثلا الحجم العواصفة الرملية قلبي كثير قد تكون أقل بسبعين ثمانين في المئة من اللي العاني منها اليوم هذه خطيرة على أطفالنا وعلى حياتنا كمية الغبار اللي نستنشقها في فترات أو أيام كثيرة من أيام السنة بتأثر على الوضع الصحي وتكلف القطاع الصحي تكاليف كبير جدا في المستقبل بلا شك نريد أن نعيد البيئة إلى طبيعتها بشكل السابق انخفضت انخفض القطاع النباتي في أمريكا في السعودية في الخمسين سنة الماضية تقريبا إلى سبعين في المئة فكان هناك مستهدف بمستهدفات الرؤية اللي هو رفع القطاع النباتي إلى ميتين في المئة في عشرين ثلاثين اللي هو العودة إلى وضعنا الطبيعي اللي تم انجازه في أربع سنوات الماضية أنه ارتفع القطاع النباتي بأربعين في المئة وكان لها أثر من خفاض العواصف الرملية بنسبة ثلاثين في المئة أو أكثر كان لها أثر كبير جدا بزيادة منسوب الأمطار في السنوات الماضية لأنه القطاع النباتي يزيد الأكسجين والأكسجين يكون سحاب أو يعني يساعد من السحب المارة مع تكوين أكسجين اللي يحدث من الغطاع النباتي أنه يكون فيه منسوب مياه جيد أو أفضل من الأمطار وهذه لاحظناها كظاهرة في السنتين الماضي بسبب رفع القطاع النباتي أربعين في المئة تم طبعا سياسات كثيرة لتحقيق هذا الشيء عودتهم كمان على مركز الحكومة وزارة بيرات صديقا أن تعمل بهذا الشيء بدون استراتيجية واضحة مع كل الجهات فكان العمل وزارة البيئة وزارة الداخلية ووزارات عدة لتحقيق كل هذه المستهدفات مثلا في الداخلية أنشئ القطاع الأمن البيئي لمحافظة على البيئة سنة قوانين لمنع الاحتطاب عقوبات على الاحتطاب سنة قوانين لتنظيم الراعي وإلى آخره لمساعدة الرفع قطاع نباتي ب40% هذه المستجدات وجدت فرص مختلفة جدا بلاي على تجارب عملت في مناطق المملكة أهمها تجارب الهيئة ملكية وطير مدينة الرياض كان هناك استزراع أشجار برية تكلف الأشجار أقل من 70 ريال كل شجرة وفقط تروى للثلاث سنوات الأولى أول سنة كل شهر مرة ثاني سنة كل ثلاثة شهر مرة والسنة الثالثة مرتين في السنة فقط وبعدها تستطيع أن تعيش مع الطبيعة فهذه ولدت طموح أكبر منه لو وضعنا مبلغ معين سنويا كم نستطيع أن نزرع شجرة في المملكة العربية السعودية حتى وصلنا لمستهدف العشرة مليار شجرة طبعا البجت هو اللي بيحكم أنه هل نحققها خلال العشرة أو خلال ثلاثين سنة لكن هذه بتغير كل الأرقام في رفع غطاء النباتي بدأ الميتين في المئة سوف ترتفع إلى أكثر من ألف في المئة على عشرة وثلاثين سنة حسب ما ننتهي من بجت العشرة مليار شجرة فمنبضرة البيئة كثير جدا سواء على مستوى الشعب على مستوى الغابات في جنوب المملكة العربية السعودية أو الاستزراع أو غيرها من المبادرات أو داخل حتى المدن مثل الرياضة الخضرة أو الحدائق أو غيرها مشروع الجزر فأثرها مباشرة على السياحة أثرها مباشرة على جودة الحياة يعني إذا تبدو تستقطب روس الموارد تبدو تستقطب عقول داخل المملكة العربية السعودية وتبدو تحافظة عقول السعودية وروس الموارد السعودية يجب أن تقدم جودة الحياة مميزة واحد أعمل ذي جودة الحياة البيئة فالبيئة لها أثر مباشر على كل المستدفات الاقتصادية لأعمالها في الوقت السعودية سياحة جودة حياة استقطاب رؤوس المال استقطاب عقول إلى آخر في السياحة وفي البيئة مشروع جزر البحر الأحمر هل نحن نتحدث عن مالديث جديدة في السعودية ما أعتقد أنه فيه سايح بو يروح الكوبي نحن مفروض نقدم شيء جديد فكان جزء مثلا من العمل في مشاريع الثقافة في البحر الأحمر أنه وش الـ DNA حقنا اللي نحتاج أن نقدمه لازم نقدم ثيم جديد خدمة جديدة مختلفة لكي السايح يندفع أنه يطلع على هذه الثقافة المختلفة عندنا في البحر الأحمر فقسمت المشاريع ما بين مشاريع Authentic قائمة على طراز معماري حجازي أو طراز معماري من تبوك أو طراز معماري من جيزان أو عسير وبعض المشاريع قدمت على طراز مبتكر يترجم شكل البحر الأحمر مثل ما أعلن عنك مشروع البحر الأحمر وتصميم اللي علمت عنها في ذلك الوقت برجعنا للموضوع اللي ذكرته في موضوع الإنجازات لأنه هم يؤرق الجميع اللي هو موضوع البطالة يعني هل سمو الأمير راضي عن عن أرقام البطالة اليوم؟ لا بلا شك أنا ما أود أن في والسعودي ما عندنا وظيفة لكن مثل ما ذكرت لك الآن في الرابع الرابع في 2020 وصلنا إلى 12% السنة هذه بإذن الله سوف نكسر حاجز الـ 11% وصولا إلى 10% وكسور وأعتقد أنه مستهدف الرؤية 7% سوف نحققها قبل قبل ذلك بكثير جداً لكن مو بهذا هدف فقط من يوم ما نوصل إلى معدلة بطالة طبيعية ما بين 7 إلى 4% وليه معدلة طبيعية الأمدام يكون عندك 4% إلى 6% من تقليم من عمل لعمل من عمل لعمل إلى آخر فهذه طبيعية يعني لا يوجد لديك بطالة لديك 4-6% فمتوصل لها لمستهدفات بنبدأ نشتغل على الخطوة القادمة الخطوة القادمة اللي هي كم وظيفة لدينا جيدة وكم وظيفة لدينا سيئة اليوم في المملكة العربية السعودية لدينا فقط 5% ووظيفة جيدة 50% فقط فقط والباقي وظائف سيئة وش يعني وظيفة جيدة ووظيفة سيئة وظيفة جيدة تأكل تشرب تلبس تشتري كل الأشياء التي تحتاجها عندك بيت عندك سيارة عندك كل احتياجاتك الرئيسية لكن عندك قدرة على الدخار عندك قدرة على الإنفاق على الترفيه عندك قدرة أنك تعيش حياة سعيدة فهذه 50% وظائف الخمسين مئة الأخرى وظائف سيئة تأكل تشرب تأخذ احتياجاتك الرئيسية عندك بيت بس ما تقدر تتدخر ما تقدر تنمي ثروتك ما تقدر تستمتع إلا قليل فمن يوم ما نوصل لمعددة البطالة الطبيعية اللي إن شاء الله قبل رؤية ما بين 7 إلى 4% سيكون هدف القادم اللي هو نرفع الوظائف الجيدة من 50% إلى 80% في الملكة العربية السعودية بتسألني متى بالحدد هذا متى بدخل تفاصيلها هذه سوف يتم الإعلان عنها عندما نقترب من مسهدف 7% من البطالة لا خلنا على 7% هذه الفكرة مهمة في موضوع جوجة الوظائف فهذا يعني معناته زيادة دخل المواطن السعودي بشكل أو آخر أبخذ بشكل اسمه لأننا لا أريد دخل المواطن لدخله عالي أريد دخل المواطن لدخله عالي أريد دخل المواطن لدخله الرئيسي والذي دخله 20 ألف أو 30 ألف أو 50 ألف أتمنى أن الدخله يزيد وإن شاء الله أنه وضعه جيد ويقدر يدخل ويقدر يعمل لكن أنا مشكلتي في الواطن اللي راتبة 3000 و5000 و7000 ريال هذا اللي لازم أركز عليه اللي هو يشكل 50% من وظائف السيئة لأننا الآن في رحلة الوصول إلى 7% رحلة الوصول إلى 7% الآن مخرجات التعليم حسب كلام موزير الموارد البشرية يقول لك 200-250 ألف يجون عندي كل سنة في سوق العمل صحيح ورص الحكومية محدودة صحيح سوق يأخذ هذا الرقم بالتصاعد كل سنة أيها أقدر أقدر أمثلتك مثال عندما تكلم عن قطاع السياحة قطاع السياحة بتخلق تقريبا 3 مليون وظيفة من هنا إلى 20-30 مليون وظيفة منها بيكون وظائف لسعوديين واثنين مليون بتكون وظائف لجانب بأسباب مختلفة منها أنه ما عندنا التالنت في هالقطاع لكن متى ما وجدنا ثلاثة مليون وظيفة مليون وظيفة للسعودية ثلاثة مليون وظيفة غير السعوديين هذه ثلاثة مليون وظيفة موجودة نقدر لاحقا سعودها على المستقبل كما شاء قطاع الصناعي في فرص إلى آخر لكن الرقم هو مهم هل البطالة تزداد وتنخفض لدينا؟ البطالة تنخفضت إذا قدرنا في نهاية السنة هذه نخفض البطالة في خلال خمس سنوات من رؤية بـ 4% من 14% إلى 10% 4% في 4 سنوات معناها 3% ستكون قبل كثير من عشر سنوات لكن لا أريد أن أعطي رقم معين ومتى ما وصلنا إلى 7% سوف نبدأ نعمل على الخطوة الثانية اللي هو تحسين وظائف ورفع دخل 50% اللي وظائفهم سيئة لن تستطيع تحسين الوظائف حتى تحسن الكوادر وللتالي سؤالنا القادم عن التعليم كيف ممكن أن نحسن مخرجات التعليم؟ أنا أعرف أنه في شيء يطبخ شيء ما يطبخ في التعليم ممكن تكشف لنا ما هي العنوين العريضة لهذا الطبق طبعا التعليم في التعليم العام والتعليم العالي وفيه برضو التعليم المجتمعي للمجتمع بشكل عام هالمجتمع إيجابي هالمجتمع فعال هالمجتمع يدفعك هل عندك الوسائل التقنية اللي تستطيع تجعلك تصل للمعلومة بشكل سريع جدا وتتعلم إلى آخر فلما نتكلم عن التعليم العام كان مثلا قبل 30 عام حرص وزارة التعليم أنه تقدم لك المعلومات يعني مثلا تروح منهج الرياضيات وتقول لواحد قبل 30 سنة اجمع لهذه المعلومات تستغرق منه ممكن خمسة إلى عشر سنوات فالحكومة تجمع هذه المعلومات حتى نتعطيك إياها اليوم أصبحت مصادر مفتوحة فاللي نعمل عليه نركز نقلل حجم المعلومة بحيث نعطيك المعلومات الرئيسية التي تحتاجها قراءة كتابة رياضيات ساينس إلى آخر والباقي نركز على السكلز أن يكون عندك السكلز أنك كيف تبحث المعلومة كيف تنمي نفسك كيف تنمي قدراتك كيف تخطط للمستقبل إلى آخر طبعا هذه ما رح نقدر العمل في يوم وليلة برنامج سامة القدرة البشرية بيطلق أو بيطلق على وشك يطلق العام سوف يحكي عن كل هذه التفاصيل وش رحلتنا في العشر سنوات القادمة التعليم العالي اليوم لدينا تقريبا خمس جامعات في مؤشرات مختلفة مصنفة من أهم 500 جامعة في العالم مستهدف الرؤية أنه يكون عندنا ثلاث جامعات من أهم 200 جامعة في العالم قد نعمل على مستهدف طموح للغاية قد لا نحققها لكن لو اقتربنا بيكون جيد ليهو؟ أنه يكون عندنا جامعة واحدة من أفضل عشر جامعات في العالم اللي هي جامعة ملك سعود لكن حتى لو كانت رقم عشرين ثلاثين ولو نصر العشرة بيكون شيء جيد جدا بيؤلعنا في استراتيجية مدينة الرياض فالتعليم العالي أيضا مغطأ في هالجانب مثل ما ذكرت لك أيضا القطاع التقنية وسهورة الوصول معلومة متوفرة بشكل كبير جدا وحق فيها انجزات ضخمة جدا في الثلاث سنوات الماضية اللي تجعل المواطن السعودي يصل معلومة بشكل سريع جدا مع ذلك تعليمنا اليوم وهم سيئ تعليم اليوم هو اللي يخرجك هو اللي يخرجني يعني متعلم تعليم العام السعودي متعلم في التعليم العالي السعودي وكذلك أنت وكذلك أغلب القياديين في انقطاع الحكومة وانقطاع الخاص وغيرها مجالات خراج التعليم في الملكة العربية السعودية لكن نحن نطمح للأفضل هو أحيانا يقارنوننا بدول زي فلندا زي الدول المتقدمة في التعليم لا تستطيع أن تقارننا في سيتي ستيت اللي هي مدينة الدولة زي سنغفورة وغيرها لأنه نطاق ضيق للغاية تعداد سكاني قليل جدا ما في رقع جغرافية ضخمة جدا قارننا بفرنسا اللي حينما ركزنا قريبا منها قارننا في بريطانيا قارننا في أمريكا قارننا في الصين هذه الدول اللي تقارننا اللي فيها رقع جغرافية ضخمة وفيها تعداد سكاني عالي للغاية حققت سمو الأمير نجاح لافت جدا في إدارة أزمة كورونا خاصة إذا قرناها في ما هو في الدول العادية في دول متقدمة سؤالي سمو الأمير ليس عن أزمة كورونا ولكن عن القطاع الصحي وتحديدا من برامج الرؤية في برنامج جديد اسمه برنامج تحول الصحي سؤالي الأول بشكل مباشر هل ستكون الخدمات الصحية بمقابل مستقبلا النظام السلسي الحكم في نص واضح صريح أن الخدمات الصحية تقدم للمواطن مجانا هي والتعليم فهذه أمر مسلم فيه اللي نعمل عليه أنه نحول الخدمات الصحية من المنفق على مستشفيات حكومية بنطاق جغرافي واسع وبكادر ضخم للغاية مما يجعل الحكومة غير قادرة بأنها تحافظ على جودة القطاع الصحي بشكل مناسب إلى أن نحول نسبة أكبر للقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي وأعطيك مثال على القطاع الغير ربحي فالي نحاول نحفزه لاحقا أن الحكومة تعطي موظفينها بوليسات تأمين وكذلك يجب للقطاع الخاص بناء على الأنظمة بأنه هذا موجود الآن أنه ما يتوظف أحد في القطاع الخاص إلا مع بوليسة تأمين فهوضمن له العلاج هو يأخذ هالبوليسة يذهب لأفضل خيار هذا سوف تخرج طلب ضخم جدا داخل مملكة عبية السعودية مما يحفز القطاع الخاص أن يتوسع في الخدمات الصحية وإذا كان هو الأفضل هو اللي بيحصل على زبائن أكثر في القطاع الصحي في القطاع الغير ربحي نعمل اليوم على مبادرة على وشكل إطلاق اللي هي تحويل مستشفى ملكفياس التخصي إلى مستشفى غير ربحية مملوكة للحكومة بالكامل بس هدفها غير ربحي المستشفى تقريبا تمول بما يقارب 10 مليار ريال من ميزانية الدولة أيضا تحصق إرادات تقريبا 6 مليار ريال لكن مثلا ونظرت لرقم واحد فيها مدة قضاء المريض فيها تقريبا ضعف المدة المتعارف عليها صحيا شون يطولون الناس يعني مثلا واحد يجلس 4 أيام يجلس في التخصي 8 أيام لماذا؟ 4 أيام نطلع فهذا ترفع كباسيتي إلى الضعف المستشفى التخصي مما يعني إرادات ترتفع من 6 مليار إلى 12 مليار ريال أضف عليها مدرية الحكومة فتتكلم على مبلغ ضخم جدا تقريبا 22 مليار ريال سوف تستطيع من خلاله أنه تتوسع في الأبحاث وتتوسع في فتح فروعها وتتوسع في تقديم خدماتها بشكل أكبر جدا في داخل مسلسفى التخصي في الرياضة وفي جدا وفي مناطق أخرى داخل المملكة العربية السعودية وبهدف غير ربحي كل هذه الأرادات تعود مرة أخرى إلى استثمارات الصحية داخل المملكة العربية السعودية فأنا ما عندي أيدنا شك بعد إطلاق البرنامج سوف نضع كم يشكل نسبة القطاع الخاص من تقديم خدمات الصحية وكم يشكل القطاع غير ربحي من تقديم خدمات الصحية وكم سوف يشكل في العشر سنوات القادمة أنا عندي سؤالين موضوع المستشفيات الحكومية تخصص أو تصير على نفس وضعها ولكن يتحول شركات الحكومية جزء منها يخصص طيب المواطن كل مواطني يصير له بوليسة تأمين لا أقدر نصل لها الهدف لكن ينرفع النسبة إلى أعلى نسبة ممكنة من خلال تعاقدات الحكومة مع موظفينا أو تعاقدات العقاص مع موظفينا مربوطة بالوظائف صحيح في برنامج القطاع الصحي بنعلن على كم المواطنيين اللي عندنون بوليسة تأمين اليوم وكم من اللي استهدفة في عشر سنوات مدينة الرياض سمول أمير أنتم لما أعلنتوا في حديثكم أنه ستضاعفون عدد سكان مدينة الرياض إلى من 15 إلى 20 مليون الناس مباشرة تحدثت عن رياض مدينة مزدحمة كيف كيف سوف نضاعف سكانها بهذه الطريقة وأيضا لماذا أصلا نضطر إلى مضاعفة الرياض إلى هذا العدد اليوم 80% من اقتصاديات العالم قائمة على المدن وفي العشر إلى 20 سنة القادمة سوف يكون 90% من اقتصاديات العالم قائمة على المدن فإذا أردت أن تخلق تنمية أخلق التنمية في المدينة لأنها هي أكبر أداه لك لخلق نمو وخلق وظائف مدينة الرياض خططة بشكل جيد من قبل ملك سلمان وهي أفضل مدينة بمنية تحتية في المملكة العربية السعودية ومن أفضل مدن في الشرق الأوسط يكاد لا يكون إلى مدينتين أو ثلاثة التي بنفس مستواها في الشرق الأوسط مما تتيح فرصة إلى خلق مشاريع كثيرة تخدم المملكة العربية السعودية سواء من التوظيف أو نمو الاقتصاد أو إلى آخر تقدر اليوم تشوف عدد البظائف في مدينة الرياض تقريبا 3 مليون وظيفة إذا نوصل إلى 20 مليون نسمة نحتاج أن نخلق تقريبا 6 مليون وظيفة إضافية في مدينة الرياض اليوم مدينة الرياض تشكل تقريبا نصف الاقتصال الغير نفطي لمملكة العربية السعودية مما يعني إذا أردت أن تخلق وظائف ونمو ركز في مدينة الرياض بشكل كبير جدا لأنها أكبر محفز لخلق هذا النمو الضخم جدا عودة لسؤالك أن الرياض مزدحمة قام الرياض بالمدن المليونية المدن الذي يتجاوز عدد سكانها 5 مليون نسمة في المؤشرات يتكلم عن هذا الشيء الرياض هي رقم واحد في العالم في الترفيك لما تقارنها بلوس انجلس أو نيويورك أو توكيو أو لندن المشوار اللي تقطع في الرياض في مثلا خنقول ساعة في لوس انجلس تحتاج خمس ساعات عشان تقطع هذا المشوار في نيويورك تحتاج إلى ثلاث أربع ساعات عشان تقطع هذا المشوار في توكي تحتاج إلى عشر ساعات عشان تقطع هذا المشوار فلا تقان الرياض فيها ثلاث مليون نسمة قار الرياض المدن اللي فيها فوق قمسة مليون نسمحنا الأول صحيح إذا نمى سكة مدية الرياضي لـ 15 مليون بيكون فيه تحدي لكن جزء من استراتيجية الرياض بتنمي المواصلات من خلال خطوط سريعة جديدة من خلال المترو ومن خلال النقل الجماعي وغيرها من الخدمات اللي سوف يعلل عنها في استراتيجية الرياض مما سوف يجعلنا نحافظ على أفضل عشر مدن مليونية في سهولة التنقل هل هذا يعني أنه الاهتمام بالرياض سيكون على حساب المدن الأخرى لا أطلق العمر أول شيء ممكعة سعودية هي وطن واحد أنا بالرياض وأنا من جدة وأنا من تبوك وأنا من عسير وأنا من جيزان وأنا من الشرقية وطننا هذا كل وطننا اليوم اللي بحث عنه عندنا قدرة مالية للنفاق وعندنا قدرة استثمارية نوجهها في الأماكن اللي تخلق لنا أكبر عائد اقتصادي اللي تخلق لنا أكبر وظائف والتي تعود للوطن بأكبر منفعة والمواطن بأكبر منفعة فحيث وجدت الفرصة يتم التركيز عليها والعمل عليها فتصيح مثلا ترى محافظة العلاء محافظة كانت صغيرة ولا يوجد فيها أي شيء لكن فيها ممكنات فرص تدفعنا بالنمول ونضخص مرات فيها لخلق فرص كبيرة جدا جدة مثلا نعلم فيها مشاريع كثيرة وضخمة للغاية بلاي على الفرص الموجود فيها مثل داون تاون جدة أو غير هم المشاريع اللي يعنت في جدة وفي مجوعة مشاريع سوف تعالى لاحقا مكة كذلك فيه فرص ضخمة جدا المدينة فيه فرص ضخمة جدا المنطقة الشرقية فيه فرص صناعية من أهم الأشياء اللي يعنت مدينة مكسلمان الصناعية في المنطقة الشرقية تابوك فيها ثلاث مشاريع ضخمة للغاية نيوم مشروع البحر الأحمر أمالة العسير تتكلم على مشروع سودة ضخمة للغاية وفيه الآن على وشك اطلاق استراتيجية عسير اللي فيها تقريبا تمويل يزيد على 50 مليار ريال لعشر سنوات القادمة لتعديل الفرص السياحية في عسير وغيرها من الفرص في كل جميع أنحاء البناطق المملكة فنذهب للفرصة ونمولها لتحقيق العائد المرجو اللي يعود للمواطن والوطن بشكل إيجابي يعني 6 مليون وظيف هذه اللي في الرياض لكن ما في تنمية عشوائية ما أوح لمنطقة يعني كم تكل يعني الـ 6 مليون هذي لو سويناها برى الرياض حطسة الستة ولا تصير أقل لا ما تقدر تسويها صدر الرياض لأن الرياض عندك مدينة فيها 7 مليون ونصف سمة فيها نمو عالي للغاية فيها بنية تحتية قوية جدا تمثل نصف حجم اقتصاد السعودي هي تقدر تخلق 6 مليون سمة لكن مثلا لو بروح لليوم ما أقدر أخلق أكثر من مليون وظيفة هناك وغيرها من المناطق فهي بناء الفرصة اللي عندي أستغلها وترجمها للموه اقتصادي وخلق وضعيف أستاذنك سمو الأمير أنه ننتقل إلى باصل آخر باصل آخر لا تذهبوا بعيدا مع هذا اللقاء الخاص مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في السعودية حياكم الله من جديد في هذا اللقاء الخاص مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سمو الأمير تحدث في مناسبة سابقة عن الاعتدال ما هو مفهوم الاعتدال في رأي الأمير محمد طبعا كل ما واسع للغاية كل الفقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من ألف سنة هم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال فما أعتقد أنه أنا في موقع أقدر أشرح وش مفهوم الاعتدال بقدر ما أنه ألتزم بدستور المكلاب السعودية اللي هو القرآن السنة ونظامها الأساسي للحكم وتطبيقها على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع هذا يقودني السؤال الثاني اللي هو مساحة الشريعة في الدولة يعني على مستوى الدستور على مستوى القضاء على مستوى الفضاء العام على مستوى حرية الأفراد مثل ما ذاكتك دستورنا هو القرآن كان والآن وسوف يستمر للأبد ونظام أساسي الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية احنا كحكومة او مجلس شورى كمشرع او الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل أو آخر لكن في الشأن الاجتماعي والشأن الشخصي احنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها بالقرآن بشكل واضح يعني لا يجب أن يطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح او نص صريح من السنة طبعا لما اتكلم عن نص صريح من السنة اغلب المدونين الحديث في تدويناتهم يصنفون حديث بلاعاة صهمهم الخاص مثل البخاري والمسلم وغيرها انه حديث صحيح او حسن او ضعيف لكن في تصنيف اخر هو الاهم اللي هو الحديث المتواتر والاحاد والخبر وهو المرجع الرئيسي في استنتاج الحكام واستنباطها من ناحية الشرعية فلما اتكلم مثلا عن الحديث المتواتر اللي هو يعني من جماعة لجماعة 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 مجموعة اشخاص يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الاحديث قليلة للغاية لكن ثباتها قوي جدا وتفسيرها يخضع الاجتهاد حسب الظرف والمكان وحسب كيف فهم هذا الحديث بينما الاحاد اللي هو فرد عن فرد عن فرد عن فرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او جماعة جماعة عن فرد عن جماعة عن جماعة رسول الله عليه وسلم ففيه فرد في الحلقة فهذا يسمى حديث احاد وهذا يصنف اصناف كثيرة ومنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف وهذا الحديث الاحاد غير ملزم بإلزامية الحديث المتواتر الا اذا اقترن بنصوص شرعية واضحة وبمصلحة الدنيوية واضحة خاصة اذا كان حديث احاد صحيح وهذا يشكل ايضا جزء قليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الخبر اللي هو عن فرد 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 ما نعرف عن فرد 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن جماعة جماعة فرد فرد ما نعرف عن جماعة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي انقطاع هذا الخبر هو لشكل نسبة العبمة من الاحديث هذا بالشكل لا يؤخذ فيه لانه غير ثابت وغير يعني ملزم ولو نرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كتب الحديث في وقته امر بحرقها وعدم كتابتها فما بالك اذا انت ترجع للحديث الخبر وتلزم فيها الناس من الناحية الشرعية قد ايضا تطعن في قدرات الله سبحانه وتعالى في ان القرآن صالح لكل زمان ومكان فالحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق النصوص في القرآن وملزمة بتطبيق النصوص في الحديث المتواتر وتنظر للحديث الاحاد حسب صحته وضعفه ووضعه ولا تنظر في الحديث الخبر بتاتا الا اذا كان تسند عليه رأيه فيه مصلحة واضحة للانسان فلا عقوبة على شأن ديني الا بنص قرآني واضح وتطبق هذه العقوبة بناء على كيف يطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني مثلا وضرب مثال الزنا الزاني الغير محصن يجلد الزاني المحصن يقتل وهذا نص واضح لكن عندما ماتت الزانية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها رسول الله انا زنيت بمعناته الحديث لاني نحفظها نصا صد عنها كثر من مرة الى ما صرت عليه بعدين قال له هذهبي تأكدين انت حامل ولا لا عادت لها مرة أخرى ونفس السيناير يتكرر وقال له هذهبي حتى تضعين وعادت لها مرة أخرى وقال له هذهبي حتى تفطمي وممكن ما ترجع وانا سأل عن اسمه وانا سأل عن منهي فكون لك تاخذ النص القرآني وتطبقه بطريقة غير لطبقها رسول الله وتبحث عن الشخص اللي تثبت عليه التهمة بينما الرسول أتاه المتهم معترف وعمل بهذه الطريقة هذا ليس شرع الله وانك تجي تطبق نص شرعي تطبق عقوبة بحجة انها عقوبة شرعية ولا يوجد فيها نص للمعاقبة في القرآن او في الحديث المتواتر هذا ايضا يعني تزييف للشريعة فالله سبحانه وتعالى عندما أراد انه نعاقب على جرم شرعي نص عليه وعندما حرم شيء ووعد بالعقاب في الآخرة لم ينص ويأمرنا كبشر بانه عاقب عليه وترك الامر للفرد بانه يختار وحسابه يوم الدين وفالأخير الله غفور رحيم ويغفر كل شيء اللي ان يشرك به فهذا هو المنهج الصحيح للتطبيق القرآن والسنة بلان على دستورنا ونظام المساعدة الحكم أنتم بسمو الأمير ملزمون بمدرسة معينة يعني مثلا مدرسة الشيخ محمد عبدالوهاب هي التي ستفسر هذا القرآن وهذه الأحديث طويل عمر احنا ما تملزمنا نفسنا بمدرسة معينة أو بعالم معين معناها تألهنا البشر الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس حجاب أنزل القرآن ونرسول الله سلم طبقه على الأرض والاجتهاد مفتوح للأبد والشيخ محمد عبدالوهاب لو خرج من قبرة ووجدنا نلتزم بنصوصة ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلها أو نضخمها لأول من عارض هذا الشيء فلا يوجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت القرآن الاجتهاد مستمر فيه والسنة الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم الاجتهاد مستمر فيها وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وحسب كل فهم يعني مثلا لمن قبل مئة عام يفتي أحد المشايخ لاجل الله بفتوى معينة وهو لا يعرف مثلا الكوارضية أنها مدورة أو لا وهو لا يعرف قرارات العالم وهو لا يعرف التقنية وإلى آخره ففتوى بناء على معطيات المعلومات اللي عنده وفهمة للقرآن والسنة لكن هذه تتغير في وضعنا الحالي ففي الأخير مرجعنا هو القرآن والسنة الله سبحانه مثل ما ذكرت لك نظام الأحوال الشخصية يعني اليوم سمو الأمير قال أنا المدونة القضاية هذه ما تناسب لماذا رفضت الملزمة القضاية واعتمدت الأنظمة الأربعة بما فيه النظام الأحوال طيب الأبض لا تكن تخترع العجلة العالم كله يعمل على أنظمة واضحة وقوانين واضحة لتنظيم حياة البشر وإحنا دورنا أن كل القوانين تسنف الملكة العربية السعودية تترجم واحد أنها لا تخالف القرآن والسنة القرآن اللي هو دستورنا لا تخالف مصالحنا وتعزز مصالحنا تحافظ على أمن المواطن وتحافظ على مصالح المواطن وتساعد في تنمية وازدهار الوطن فتسن القوانين بناء على هذا الإجراء حسب المتعرف عليه دوليا إذا أنت تبغى سايح يجيك تستهدف مئة مليون سايح لخلق ثلاثة مليون وظيفة وتقول لنا عندي حاجة جديدة اخترعتها بغير القوانين والآلية المتعرف فيها لن يأتيك إذا أنت تبغى الضاعف مثل ما ضاعفنا استمارات الأجنبية من 5 مليار ريال إلى 17 مليار ريال وتقول لها تعال استثمر عندي لكن عندي اخترع جديد لا محاميه يعرف وش الإجراءات التي تعاملها ولا يعرف كيف تطبق ويحتاج أن يستثمر فيها مبالغ ضخمة يقول لك بلا استثمار في هذه الدولة لما تستقطب عقول وقدرات بشرية للعمل في المملكة العربية السعودية وتقول لنا عندي اخترع جديد لطريقة العمل قوانين سن القوانين لن يأتيك أي أي حد فأنت تملك القوانين المتعارف عليها دوليا بناء على دستورك القرآن وبناء على مصالحك وبناء على مستهدفاتك وبناء على حفظ أمن ومصالح المواطن ودفع بتنمية وازدهار الوطن الرؤية تجسد معنى الانفتاح على العالم كيف تنظر سمو الأمير إلى حالة القلق على الهوية الممانعة التوجس الخوف عند شريحة من المجتمع تجاه هذا الانفتاح اللي نشوفه في السياحة وفي الترفية وفي غيرها إذا هويتك لن تستطيع أن تصمت مع التنوع الكبير في العالم مع التهويتك ضعيفة ويجب أن استغنية عنها وإذا هويتك قوية وأصيلة تستطيع أن تنميها وتطورها وتعدل السلبيات اللي فيها وتحفز الإيجابيات اللي فيها معناها تنتحفظ عن هويتك وقوتها يعني الدليل اليوم لبسنا في المملكة العربية السعودية وعاداتنا العريقة وتقاليدنا وإرثنا الثقافي والتاريخي وقبل كل ذلك إرثنا الإسلامي يشكل جزء رئيسي من هويتنا نطوره مع تطوير الزمان ونستمر في تعزيزه لكي يكون أحد عناصر تشكيل العالم واحد عناصر الأشكال الموجودة في العالم وأعتقد أنه هويتنا قوية للغاية نفتخر فيها هي جزء رئيسي من صنعي أنا وأنت وكل مواطن سعودي هي جزء رئيسي من الحراك اللي صارفنا الكعبية السعودية هي بسبب هويتنا السعودية اللي مبنية على الهوية الإسلامية والعربية وإرثنا الثقافية التاريخية حدثني سمو الأمير عن حملة تحييد الخطاب المتطرف رحب يعني صعب صعب تختار من من تبدأ لكن التطرف في كل شيء غير جائز ورسول الله عليه وسلم تكلم في أحد حديثه بأنه يعني يوم الأيام سوف يخرج من هو يتطرف إذا خرجوا اقتلوهم ولا تغلوا في دينكم فما أهلك الأمم لقبلكم لغلوهم في في دينهم فالغلو في أي شيء سواء في الدين أو في ثقافتنا أو في عروبتنا أو في أي أمر كان خطير الغاية من نصر رسول الله سلم ومن تجارب الدنيوية ومن التاريخ اللي اللي تقرأ السجن اللي صار لمجموعة من هؤلاء هل هو تحييد لخطر محتمل أو هؤلاء متورطون بقضايا مجرمة ما في شك المملكة العربية السعودية كانت هدف رئيسي للمشاريع المتطرفة والمشاريع الإرهابية في أنحاء العالم فإذا أنا أسامة بن لادن وأبغى أنشر فكري المتطرف في العالم كله وأبغى أنشر خصوصا بين المسلمين ونبدأ أبدأ في الدولة اللي فيها قبلة المسلمين وفيها مقدسات المسلمين ويتوافد عليها حجاج المسلمين ويتوافد عليها المعتمرين ويتوجه عليها المسلمين خمس مرات في اليوم إذا نجحت في نشر مشروعي هناك تلقائيا سوف ينتشر في أنحاء العالم فكل فكر متطرف عندما يريد أن يبدأ بلا شك يستهدف مملكة العربية السعودية كنا في مرحلة من مراحل في مرحلة صعبة جدا في يعني خلنا نقول من الخمسينات إلى السبعينات المشروع الأوروبي ومشاريع الاشتراكية والشيوعية وغيرها المشاريع في المنطقة اللي أعطت فرصة لكثير من الجماعات المضطرفة بأنها تدخل بشكل أو آخر المملكة العربية السعودية وتصل إلى مواقع مختلفة سواء في الدولة أو في الابقصاد إلى آخره نتج عنها عواقب لا تحمد عقباها وشفنا أثرها في السنوات الماضية اليوم ما نقدر ننمو ما نقدر نجد بلعوصة ومال ما نقدر نعمل سياحة ما نقدر نتقدم بوجود فكر متطرف في المملكة العربية السعودية إذا تبغى ملايين الوظائف إذا تبغى البطالة تنزل إذا تبغى الاقتصاد ينمو إذا تبغى دخلك يتحسن يجب أن تستأصل هذا المشروع لمصلحة الدنيوية لا هيك عن مصلحتك أمام الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء لا يجب أن يمثلون ديننا الحليف ومبادئنا السمحة بشكل أو آخر فما في شك هذه الجريمة لأن ننتج عنها إنشاء منظمات إرهابية ننتج عنها إنشاء جماعات متطرفة قتلت أرواح جميع أنحاء العالم قتلت أرواح الملكة العربية السعودية عضاعة مصالح اقتصادية فهذا عمل إجرامي غير قانوني مجرم بناء علاقة من الملكة العربية السعودية فأي شخص يتبنى منهج متطرف حتى لو لم يكن إرهابي فهو مجرم يحاسب عليه القانون ما هي فلسفتك سمو الأمير في السياسة الخارجية مصالح الملكة العربية السعودية هذه هي الفلسفة ما في شك السياسة الخارجية كلها قائمة على مصالحنا وحفظها مننا النفوذ ماذا يعني النفوذ للسياسة؟ النفوذ هو يعني نفوذ تحقيق مصلحة فمثلاً لما تكلم عن صندوق السمارات العامة مثال لما يكون عنده نفوذ في أنحاء العالم وسمعة جيدة في أنحاء العالم ويكون محرك رئيسي للقطاعات كثيرة في أنحاء العالم معناته أصبح العالم منفتح على السمارات الصندوق وأصبح السمارات يجدد بالفرص الجديدة التي نستثمر فيها ونصل لها كثير من السمارات أتت لنا بسبب نفوذ صندوق السمارات العامة وسمعتها اللي خلقت في بداية الرؤية من ضمنها مثلاً لو بتكلم عن السمار أوبر ليس صندوق اللي يبحث عنها أوبر اللي أتت للصندوق فخلق النفوذ في جوانا مختلفة لتحقيق مصلحة للمملكة العربية السعودية ما في شك هذا شيء مطلوب بما لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وبما لا يتعارض مع قوانين دول العالم السعودية وأمريكا يعني بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة للبيت الأبيض هل هناك تباين بين الحلفاء هل أدار البيت الأبيض ظهره للرياض طبعاً طويل عمر ما في اتفاق بين أي دولة ودولة اتفاق مئة في المئة حتى مع دول الخليج أو أقرب دولنا لا بد أن يكون فيه هامش اختلاف وهذا هامش اختلاف طبيعي جداً حتى في البيت الواحد لنتجد رخوة متفقية مئة في المئة في كل شيء مع إدارة وإدارة أمريكية قد يزيد هامش الاختلاف أو يقل لكن أكثر من 90% مع إدارة الرئيس بايدن متفقين عليها في مصالح السعودية الأمريكية وكلنا نعمل على تعزيزها بشكل أو آخر آخرها انضمامنا للمجموعة الجديدة التي تستهدف مستهدفات مهمة جداً لطاقة نظيفة والبيئة للسعودية كانت أحد الدول المشاركة المتحدة الأمريكية بأقامل عشر دول فالمصالح نعززها دائماً والأمور اللي نختلف عليها اللي تشكل أقال من 10% نعمل على إيجاد الحلول لها وتفاهمات لها وتحييد خطرها على بلدينها وتعزيز مصالحها لأن تحت الأمريكية ما في شك شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية شريك بدأت الشراكة تقريباً من ما يقارب 80 عام وهذه الشراكة كان لها أثر كبير جداً على المملكة العربية السعودية وأيضاً على الولايات التحدة الأمريكية فلكن تتخيل لو العشر مليون برميل نفط الرخيص من تقريباً تنتاجاً من 3 إلى 6 دولار ذهب العقد لبريطانيا لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم يعني سعودية سامت في قوة أمريكا لا في شك تخيل لو هذا العقد راح لبريطانيا سوف يكون وضع أمريكا مختلف تماماً اليوم أيضاً بالنسبة لنا لو هذا العقد راح لبريطانيا كان بيكون في ضغط علينا عندما كانت بريطانيا مستعمرة لأغلب الدول في المنطقة في ترسيم الحدود في وضعنا العام بشكل منطقة إلى آخر قد نواجه ضغوط أكثر لكن العقد مع الولايات التحدة الأمريكية أعطى مصلحة أمريكية ثابتة في المملكة السعودية مما جعل بريطانيا تعيد حساباتها في أي شيء أو أي ضغوط على المملكة العربية السعودية مع ذلك نعمل مع العالم كله العالم كله واسع وأن التحدة الأمريكية كانت في الخمسينات تشكل 50% من اقتصاد العالم اليوم حجم اقتصاد الأمريكي شكل ما يقارب 20% من حجم الاقتصاد العالمي وبدأ العالم يستعيد توازنه بعد الحرب العالمية الأولى والثانية نعمل على الحفاظ على شركاتنا الاستراتيجية مع شركاتنا في المنطقة واللي هم أهم شركات لنا ابتداء بدول خليج والدول العربية ودول الشرق الأوسط كما أن نعمل على تعزيز تحالفاتنا مع شركاتنا في أنحال العالم للتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، أوروبا وغيرها من الدول كذلك نعمل على صنع شركات جديدة مع الجميع سواء روسيا أو الهند أو الصين أو أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو غيرها لمصالح حملكة عربية السعودية بما لا يضر أي دولة أخرى في العالم فاليوم الصين أعلنت أيضا أن المملكة السعودية شريك استراتيجي والهند كذلك أعلى لتمركة السعودية شريك استراتيجي وكذلك روسيا أعلى لتمركة السعودية شريك استراتيجي ولا تزال مملكة السعودية شريك استراتيجي لولايات التحدة الأمريكية نعزز مصالحنا مع الجميع بما يخدمنا ويخدمهم ويخدم المصالح الدولية وفالأخير كل دولة لها الخيار إن استطعنا أن نعمل معهم على إنجاز ما في خير للجميع كان بها ولا نستطيع فالخيارات واسعة في العالم موضوع العشرة في المئة سمول أمير فقط مجرد تباين ثجات النظر ولا هناك ضغوطات أمريكية على الرياضة طبعا المركز السعودية لن تقبل أي ضغط في تدخل في شأنها الداخلي أساساً ميثاق الأمم المتحدة يرص صراحة على سيادة الدول واستقلاليتها التامة وإشكالية العالم التي صنعت الحرب العمير الأولى والثانية هي بكل اختصال تدخل في شؤون الدول وأتى هذا الميثاق لعلاج أزمة طويلة من عصور الاستعمار إلى الحرب العمير الأولى إلى الحرب العمير الثانية حلت بميثاق الأمم المتحدة وأحد أهم ركائزة هي سيادة الدول وعدم تدخل في شؤونها الداخلية فلما تقوم دولة بتدخل في شؤون داخلية لدولة أخرى معناته طعنت في الميثاق اللي حفظ سلم العالم وأمنه واستقراره بعد حرب العمير الثانية واللي جعله يزدهر في الخمسين ستين سنة الماضية بالشكل اللي نعيش فيه اليوم بسبب هذا الميثاق فهذا أمر غير مقبول أنه هذا الميثاق يهز لأنه هذا هو الدافع الرئيسي لكل شيء ننعم فيه اليوم في العالم ولا نقبل هذا الطرح بأي شكل أو آخر لكن نحن نتعامل على تعزيز مصالحنا ونتفادى أي نقاط اختلاف العلاقة مع إيران سمو الأمير هل هناك عمل لإيجاد تسوية معينة للقضايا العالقة بين السعودية وإيران في الأخير إيران دون الجار وكل ما نطمح له أنه يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران لا نريد وضع إيران يكون صعب بالعكس نريد الإيران مزدهرة تنمو لدينا مصالح فيها لدينا مصالح فيها لدينا مصالح المملكة العربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار شكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي يقوم فيها إيران سواء من برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامج صواريخها الباليستية نعمل اليوم مع شركاتنا في المنطقة وفي العالم لإيجاد حلول لهذه الأشكاليات ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون علاقة طيبة وإيجابية فيها منفعة للجميع لا نستطيع التحدث عن إيران دون الحديث عن اليمن قدمت السعودية مبادرة تم رفضها بشكل أو بآخر ما هو مستقبل الوضع في اليمن مثل ما تعرف في اليمن هذه ليست أول أزمة تمر بين المملكة السعودية واليمن فهناك أزمة مرت على وقت الملك عبد العيز رحمه الله وتم معارجتها ومن ثم أتت أزمة أخرى في السبعينات والثمينات وتم معارجتها في التسعينات حتى أتت أزمة أخرى في 2009 وتم معارجتها في فترة قصيرة ومن ثم أتت الأزمة الأخيرة عندما بدأ الحوث يتوسع من بداية اتداء من 2014 حتى وصل صنعة في بداية 2015 ومن ثم انقلب على الشرعية فهذا أمر غير قانوني في اليمن غير قانوني دوليا ولا يوجد أي دولة في العالم تقبل من أن يكون ميليشيا على حدودها وأن يكون هناك أي تنظيم مسلح خارج عن قانون دولة على حدودها فهذا أمر غير مقبول للسعودية غير مقبول للدول المنطقة وأيضا غير مقبول للشرعية في اليمن وشاهدنا هذا التصرف ماذا كانت نعكساته على اليمن نتمنى أن الحوثي يجلس على طالة المفاوضات مع جميع الأقطاب اليمنية للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع في اليمن وتضمن أيضا مصالح دول المنطقة العرض مقدمة من كعبي السعودية بوقف اطلاق النار وبالدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل وقف اطلاق النار من قبل الحوثي والجلوس على طاولة المفاوضات وجلوس الحوثي على طاولة المفاوضات هو قرار الحوثي بيده ولا قرار الحوثي بيد طهران وبالتالي لازم نحل المشاكل في الملف النووي والمشاكل الأخرى نتمنى على اعتقد الحوثي ما في شك أنه لها علاقة قوية بالنظام الإيراني لكن أيضا الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعة العربية واليمنية اللي يتمنى أن تحيا فيه بشكل أكبر ويراعي مصالحها ومصالح وطنها قبل أي شيء آخر سمو الأمير ماذا بعد عشرين ثلاثين عشرين ربعين تخطيط مستمر بلا شك عشرين ثلاثين يعني هي تضعنا في موقع متقدم جدا في العالم لكن عشرين ربعين سوف تكون مرحلة المنافسة عالمية أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح مواطن السعودي مواطن السعودي ما في شك يعني بدون مواطن السعودي لن نستطيع أن نحقق أي شيء من اللي حققناه إذا هو غير مقتنع باللي نعمل فيه وإذا هو موه جاهز يستحمل المصاعب والتحديات وإذا هو موه مستعد يكون جزء من هذا العمل سواء موظف حكومي أو وزير أو رجل أعمال أو موظف القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل اللي يعمل فيه بلا شك كل اللي نقوله فقط حبره على وركة مما تخاف سمو الأمير؟ أنا أعتقد هذه يعني ما هي موجودة في قموس السعودي أنه السعودي يخاف ما هي موجودة؟ ما أعتقد أنه في أي سعودي السعودي لا يخاف بلا شك لكن ما في شك نقلق نشيل هم نعمل على تجاوز هذا القلق أو الهم بحلول لكن الخوف ما أعتقد أنه موجود في قموس السعودي أهم رسالة تريد سمو الأمير أن توصلها لشعبك؟ نستمر حققنا نجازات كبيرة جدا في الأربع سنوات الماضية نحقق أكثر إلى عشرين وخمسة وعشرين ومن ازدهار لازدهار إن شاء الله شكرا لك سمو الأمير على هذا اللقاء شكرا شكرا موصول لكم أنتم وانقلوا عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه يقول تستورنا القرآن السلام عليكم